بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربّى شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صلّي على محمد وآل محمد وارزقني حجّ بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واخفر لي تلك الذنوب العظام فأنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علّام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أني يفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وإقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرشتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهري بالكرم مجده الباصط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم نعفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وستفك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لألمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولان كريمان أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليه والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح دي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يراه وقرب فشهد النجوة تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأذني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يصلي على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظي سرك ومبلغي رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصلي على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعات إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به بواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم أنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرقي فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطأمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم أني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري أعوذ بجلالي بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واخفل لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبئة أو ذنب تعذبني عليه اللهم أدي عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم أنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقصرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصال عدده من الخلق أجمعين فأسألك بما سألك فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياءك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمنى علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان وليالي ولك قبلي تبعة أو ذنب تآخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تخفرها لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ملين الحديد لداود عليه السلام يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام أي مفرج هم يعقوب عليه السلام أي منفس غم يوسف عليه السلام صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا رازق من يشاء بغير حساب يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في أليين وإساءتي مغفورة وأنتهب لي يقيناً تباشر به قلبي وإيماناً يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمداً وآل محمد عليه وعليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لي حلماً يسد عني باب الجهل وهدى تمن به علي من كل ضلالة وغنى تسد به عني باب كل فقر وقوة ترد بها عني كل ضعف وعزاً تكرمني به عن كل ذل ورفعة ترفعني بها عن كل ضعف وأمناً ترد به عني كل خوف وعافية تسترني بها عن كل بلاء وعلم أن تفتح لي به كل يقين ويقيناً تذهب به عني كل شك ودعاء تبصط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة 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 يا كريم وخوفاً تنشر لي به كل رحمة وأصمة تحول بها بيني وبين الذنوب حتى أفلح بها عند المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين نهدي للجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صلى على محمد وآل محمد Welcome back to our third night of majalis for Imam Amir al-Mumineen وإمام المتقين Ali ibn Abi Talib Tonight also marks our second night of Layal al-Qadr programming so be sure to stick around after the majlis after the latum as well and participate in Layal al-Qadr programming so I know we don't have too long but I just have a few notes to make number one majlis al-latum the latumia is part of the barnaumaj من ضمن al-barnaumaj فقر مهمة للبرnaumaj نبهدكم نفس التنبيه يعني محرم أنو الامة عليهم الصلاة والسلام من بعد وفاة Imam Hussain كانوا استشهاد Imam Hussain كانوا يلطمون وكانوا عندهم majlis عزاء لمولانا أبي عبد الله الحسين ويعني البقية من العترة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام they used to hold gatherings majlis commemorating the tragedies of ahlulbayt عليهم الصلاة والسلام من ضمن المجالس فقرت اللطم أكو يعني أكو أدلة أنو كانوا يلطمون أما على الفقض أو الصدر يعني كانوا يلطمون أكو أدلة اللطمية فقرة مهمة من البرنامج لطمية is part of the برنامج فأرجو من الإخوان and for our brothers and sisters to participate in this in this ritual that we have sources from dating back to Imam Jafar al-Sadiq Imam al-Sajjad عليهم السلام سيدة زينب و أم البنين عليهم السلام so participate it's not مو مجال للسوالف أو الحدشي وتشوف صاحبك وتحكي وإيا شلونكم أحوالكم it's not the time for that that can be done outside another point is for the youth the youth have to be inside the hall these lectures especially the English portion the seyyid is working hard speaking English as well it's for those that don't know these things they don't know these stories about Imam Ali why I don't understand what the benefit is for youth to be outside يعني أولادكم من تجيبوهم ليش ما تحرضوهم قلوهم تعالوا تفضلوا للمجلس المجلس بالإنجليزي أيضا حتى يستفادون طالعين بره أو رايحين بالممر يركضون ماذا أحكي على الأطفال أصلا دع أحكي على عمره أرباطعش خمسطعش ستعاش سنة هذا يعني العقائد مات his beliefs من يتعلم هنا إذا مو هنا يعني من يروح للجامعة يروح للمال تخلوهم بس هنا كنت تجون وتجيبوهم وتقعدوهم هنا تقول يا با تعال أقعدوا إيايا وحتى الوصغار فأنا أذكر والدي من جنت أربع خمس سنواتي قعدني بين الرجلية يعني يقعد هنا واني قاعد بصفة و بعدين اركضت بالممرات واستلمت كم راجدي من أمه أبو سلام الله يرحمه ورجعت للبرنامج يعني إياها القضية يعني سيرة الحياة نكبر ونتعلم نعود ونعلم ونعلم هنا لذا أقول أننا لا يجب أن نترك هذا المجلس لن تكون لأجلس for the old people this is for the young people the future the majlis majlis Abba Abdullah Al-Hussein is not for the old it's for the young the future the youth of today are the leaders of tomorrow inshallah so I'm sorry if I took too long I just wanted to point out those two things let's welcome Samahat al-Sayed to the member with three loud salawat على محمد وآل محمد a' business to play on can can sign إن شاء الله رحمة الله ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما من وصية لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين إلى ولديه الحسن والحسين قال أنصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما وقول الحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات البين فإنها خير من عامة الصلاة والصيام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الله الله في القرآن فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في الجيران فإنهم وصية جدكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله الله في حج بيت ربكم فلا يخلون منكم عاما فإن ترك لم تناظروا الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم وخير العمل الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فآخر ما أوصى به النبي قال الله الله بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمنا بين أظهركم ثم قال يا بني عبد المطلب يا بني عبد المطلب عليكم بالتبار والتبار والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم قال لا ألفي أنكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ألا فلا يقتل النبي إلا قاتلي فانظروا إذا أنا ميت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور كانت هذه وصية أمير المؤمنين لأولاده أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين بحيث شخص أمير المؤمنين كانت في الأول امير المؤمنين The one who had the experience of Islam, of the tradition of Rasulullah from the beginning of the Islam until the death of the Prophet, peace be upon him. So he was from the beginning until the end. He was from the day first when the ayah revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi to the end of the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi. So he collect all these experience and he squeeze it to just saying these words of the will of Amir al-Mu'min. So Ali ibn Abi Talib, he's giving that will to you as someone he was living with Rasulullah during his life and his experience of Islam to you. This first, second, why it's important because Amir al-Mu'minin giving the priority of the will to you. Because could someone, he had many of the wills, could someone, he say many things in his life. But these words, it is the priority to Amir al-Mu'minin alayhi wa sallam. This is something very important to Ali to say to you, my dear brothers and sisters. And we know that now today, we claim that we are the following of Amir al-Mu'minin. We are the shi'ah of Amir al-Mu'minin alayhi wa sallam. أهمية هذه الوصية نابعة من أمرين. الأمر الأول هي أن علي بن أبي طالب يعطي خلاصة تجربة 23 سنة حياته مع النبي صلى الله عليه وآله. وخلاصة حياته في الإسلام فهو في الواقع يعرف الإسلام من أوله لآخره يقدمه بين يديكم في تجربة هذه الوصية. والثاني أهمية الوصية نابعة من أنه هي الأولويات المهمة يقدمها للناس. الإنسان ممكن يعمل عدة وصايا في حياته. ممكن يتكلم عن أمور كثيرة في حياته. ولكن أمير المؤمنين يعلم أنه على فراش الموت الآن يلخص وصية حياته بهذه العبارات. فهذه الأولوية ليست فقط حياته فقط. بل حيات مئة واربعة وعشرين ألف نبي علي بن أبي طالب يلخصها في هذه الوصية. تعاليم الأنبياء وتعاليم الأولياء كلها أمير المؤمنين يجمعها في هذه الوصية حتى يقدمها لنا. نحن الذين ندعي. نحن شيعة أهل البيت. سلام الله عليكم. لذلك كل إنسان منا يستطيع أن يمتحن نفسه. We could examine ourselves to see how much we related to علي بن أبي طالب. Do we follow these things what أمير المؤمنين said or not? If you're following, yes, you are, inshallah, among of the shia of Ali. If we are not, so we are so far. We are very far of tradition of أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الوصية هي اختبار لكل إنسان أن يعرف نفسه أين يقع موقعه من علي بن أبي طالب. أنت بعيد عن أم قريب عن بهذه الوصية تكتشف. كم أنت تعتقد أنك أنت تطبق وصية علي بن أبي طالب وتمشي على طريقة علي بن أبي طالب؟ من هذه الوصية تكتشف. وإذا لا أنت بعيد. بعيد عن علي بن أبي طالب. لذلك هذه الوصية معيار. معيار. ميزان. لنا أن نعرف أنه نحن كم قريبين من علي بن أبي طالب. وكم نحن بعيدين عن علي بن أبي طالب. عرفت شلون؟ This is my dear brothers and sisters. Very important to understand how much we far of علي بن أبي طالب. Or we are very near to him. So this is the rules. This is what's the base of the rules of the relationship with علي بن أبي طالب. سلام الله عليكم. أنتم الحمد لله أغلبكم تعرفون المعاني العربية التي تضمنتها هذه الخطبة. ولكن عندي أنا توقف على بعض الجمل. بعض الجمل. من أهم الجمل في هذه الخطبة هي الجمل الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى. يقول أوصيكما أول شيء شنو؟ بتقوى الله. بتقوى الله. طريق النجاح. طريق السداد. طريق العافية. طريق الخير. هو تقوى الله عز وجل. لا يوجد شيء أفضل من تقوى الله. لذلك ورد ما صعد رسول الله المنبر. ولا أمير المؤمنين إلا وأمر بتقوى الله عز وجل. أن الإنسان يكون يخاف الله عز وجل. وأن يتجنب الذنوب والمعاصي. طريق الفلاح. طريق السداد. The first things my dear brothers and sisters. أمير المؤمنين. The first things he said in his world. That's to have the fear of Allah and the piety. And you have to understand that Allah watching you. in each moment of your life. Allah watching you. This is, it is the first important things. Which is all the Muslims they have to have that feeling. Always have the fear of Allah. الثاني. وهذا المهم. وَأَنْ لَا تَبْغَيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا هذا جداً مهم. لأن أكبر مرض في هذه الدنيا يبعد الإنسان عن الله عز وجل وعن الآخرة هو حب الدنيا. حب الدنيا. لماذا قتل أمير المؤمنين؟ لماذا فعلوا هكذا بفاطمة الزهراء بأهل البيت؟ لماذا معاوية صنع ما صنع؟ حب الدنيا. كلمة واحدة. حب الدنيا. غرور هذه الدنيا وحلاوة هذه الدنيا ولذة هذه الدنيا جرت عليهم الويلات حتى الإنسان يرتكب أنواع الذنوب والمعاصي من هذه العبارة. حب الدنيا. مرض. مرض. أمر من السرطان. أشد من الأيدز. أشد من أكبر الأمراض الكوفيد وهذا النهي. لماذا؟ لأن الكوفيد والأيدز والسرطان تضرب بدن الإنسان. تضرب هذا القشر. هذا القشر اللي إحنا الآن نحمله. تضرب البدن. ولكن حب الدنيا. لا يضرب البدن. يضرب القلب. يضرب قلبك. يضرب روحك. يضرب نفسك. لذلك حب الدنيا أخطر من الأمراض التي ذكرناها. أخطر. لأن ذيك الأمراض تضرب بدن الإنسان. الإنسان يموت محتمل. يعني كلش كلش يموت. خلاص. ولكن ما تضرب قلب الإنسان. اللي يضرب قلب الإنسان حب الدنيا. هذا الذي يوصيهم أمير المؤمنين عليه السلام. My dear brothers and sisters the most dangerous things which is أمير المؤمنين avoiding that and أمير المؤمنين telling his kids to avoid that things when you attract back to the beauty of this life. When you love this life so much and you could admit all the you could do all the wrongs because the love of this life. This is it is making people a way of and the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Attaching to this life to the beauty of this life. This is what was the most dangerous things. I mentioned that. Now probably there is a type of diseases like cancer or like COVID or these diseases which is it is popular and we heard about the danger of these things. These things it could harm your body but cannot harm your heart. This type of diseases. but loving this life and being attached to this life that thinks it's harming your heart your soul that's more dangerous than the others other diseases. I know you how do you know how do you know this is the second amir of the then he says and 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 على شيء منها زوية عنكما لا تنقهر إذا أنت ما صرت مليونير لا تنقهر إذا لم تحصلت هذه السيارة الفخمة لا تزعل إذا لم تحصلت تلك الفتاة الجميلة لا تنقهر لأن هذه الدنيا أيام معدودة أيام معدودة أنت أحسن فيها العمل الله عز وجل يعد لك الحور العين والجنان ولدت الجنان تعوضك عن هذه الدنيا فلا تأسف على شيء منها زوية عنكما إذا فشي ما وصل بيدك لا تنقهر منه شنو هي الدنيا لو كانت الدنيا الهقيمة الله كان يعطيها لمحمد وآل محمد الله محمد وآل محمد الدنيا ما الهقيمة لذلك الله زواها عن الأنبياء عن الأولياء عن أهل البيت زواها عنهم بس اثنين من الأنبياء يوسف وسليمان دولة سألوا الله عز وجل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بأ الله مطاهمية ولكن الأنبياء العظام وللعزم الله عز وجل ما أعطاهم الدنيا أعطاهم الآخرة كانوا يعيشون حياة الفقراء ليش حتى الإنسان في هذه الدنيا يأخذ عبرة أن هذه الدنيا لو كانت تسوى كان الله يعطيها للأولياء ما أعطاها الله لذلك ما تسوى الدنيا ما تسوى الدنيا لا تأسف على الدنيا اأسف على العمل الصالح اللي فاتك اأسف على الأعمال والطاعات التي أنت تخسرها في كل يوم ما تقضيها لأن يوم القيامة يوم الحسرة يوم الندامة وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة يوم الحسرة تقول يا ريت أنا كنت أعمل هذا العمل بس ما سويته فاتني فاتني رحت قعدت قدام التلفزيون ليالي القدر شفت أفلام ومسلسلات ما إجيت أنا أسمع موعظة أسوي أعمال لذلك اعرفوا قدر هذه الأماكن أيها الأخوة الله إن شاء الله يحفظ الحجي وأولاده هذا المكان حقيقة نعمة من نعم الله علينا عليكم لازم نشكر الله عز وجل على هذه النعمة اللي إنسان ليلة القدر عندما كان يجي أدي أعماله وإلا كثيرين الآن من الضائعين الإنسان اللي ليلة القدر مو من أهل مسجد ومو من أهل دعاء هذا شنو تتوقع بعد مستقبلة شي يصير مستقبلة لذلك تشوف أولادهم يضيعون بناتهم يضيعون بعدين ينقهر يدق على راسه ويلطم ليش أنا هيتش صار ويايا وليش أنا بهيتش صار بعائلتي أنت ما كانت من أهل الله ما جبتهم للمسجد ما قعدت وياهم بالدعاء تعتب على الله على وش تعتب على الله أمير المؤمنين saying to his kids to his children that if you didn't get anything from this life don't be sad don't be sad Allah will reward you at the day after at the paradise inshaAllah so this life it doesn't worth that much which is that's why Allah subhanahu wa ta'ala he didn't give that beauty of this life to the messengers to the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala if it was worth Allah could give it to the messengers especially the خمسة أولي العزم the five messengers of أولي العزم Allah didn't give they live like a poor people among of the people الدرس الأخير يقول وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا هذه قاعدة في مذهبنا هذه ترى من خصوصيات مذهبنا إحنا وإلا اليوم اقرأوا الصحاح أنا ما أريد يعني أنا مو كلامي كلام طائفي بس هذه من ميزات هذا المذهب لأنه اليوم حتى في الصحاح يذكرون أنه لو كان ولي أمر المسلمين ظالم لو كان مجرم لو كان يفعل ما يفعل أنت عليك أن تطيعه يقول لك أنت لازم تطيعه بس هذه الحمد لله هذه مو من مفاخرنا هذه مو موجودة بمدرستنا في مدرسة أهل البيت وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا علي ابن أبي طالب يجعل قاعدة إتوا الشيعة إتوا الشيعة فرقكم مع الباقي الناس شنو أن أنت يجب أن تقف في وجه الظالم وتكون مع المظلوم وتكون مع المظلوم لذلك اليوم تشوف غزة يضربوها يقتلون يذبحون من اللي واقف ويا أهل غزة من اللي واقف ويا أهل غزة هم أهل هذه الكلمة وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا هذه قاعدة وضعها علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حين في المذاهب الأخرى تقول لك لا أنت تشوف الحاكم اللي يحكم كل ما كان أنت عليك أن تطيعه ولو ضربك ولو جلدك أنت عليك أن تكون مطيع إحنا ما عدنا هالشكل شيء إحنا هالشكل شيء ما عدنا في مدرستنا لأن هذه روايات كاذبة وضعوها على لسان رسول الله في زمن بني أمية ضحكوا على الناس فيها شلون خلوا الناس تطيع بني أمية الظالمين القتلة المجرمين قال لهم هذا أحاديث رسول الله رسول الله قالها في حين رسول الله ما قالها لو كان رسول الله قالها كان علي ابن أبي طالب أول واحد يقولها للناس لذلك قاعد عندنا وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أنت that the important things the Amir Al-Mu'mineen mentioned in his lecture, in his world You have to face the oppressor always! You have to always fight with oppressors, You have to be against the oppressors And you have to support the oppressed people, The one who is oppressed The one who is These people who killed every day They are starving every day And we see these people This is one of the important differences Between our school of thought And the other school of thought This is one basic The basic The basic thing In our faith That always we have to support The oppressed people This was Some These 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 He бабs Says He 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 بالإمامة ليش أمير المؤمنين ما طالبوا ما قاتلوا ما مثلا يروح يطلب هذا الحق بالقوة يأخذ هذا حقه بالقوة أمير المؤمنين عليه السلام عند خطبة في نهج البلاغة اسمها الخطبة الشقشقية الخطبة الشقشقية قام عرابي سأل الأمير المؤمنين قال له شنو هذا حقك أنت ليش ما أخذت حقك أنا أذكر لكم القاعدة منها أذكر لكم محل الاهتمام يعني محل اللي شاهد اللي نريد نتحدث عنه يقوله أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ممكن أنتم شوفوها الخطبة أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحة وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويمتحن الله فيها مؤمن رب فرأيت الصبر على هات أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجأة شجأة تراثية نهبة هذه أيها الأخوة هذه العبارات تجيبك عن كثير من الأسئلة اللي خصصا عند الشباب أن ليش أمير المؤمنين ما أخذ بحقه قاعدة قاعدة أمير المؤمنين يبينها هذه القاعدة كلنا إحنا نستعملها في حياتنا بس بعض الأحيان ما ننتبه وهي أنه أنت إذا خيرت بين شرين أنت خيرت بين شرين المن تختار تختار أهوانهما أنت إذا ما إذا فد واحد لا سمح الله لا سمح الله صار بي قنقرينة برجلة بي مرض سكر نعوذوا بالله إن شاء الله الله يبعد عنكم قال لولا أنت أمامك طريقين لو تموت لو لازم نقطع رجلك شي يسوي يقول اقطع رجلي لأن بعد ما عندي حل آخر الحل آخر هو أن أموت أخسر حياتي لذلك يقبل يقول ميخال اقطعه أكو واحد يقبل يقطع رجلي نعم هذا يقطع رجلي لأنه أهون الشرين أمير المؤمنين يقول أنا وقعت هكذا فطفقت أرتقي يعني أشوف بين أن أصول بيد جذاء يعني أصول أحارب أخذ حقي بيد مقطوعة يعني ما عندي أنصار يعني ما عندي أصحار ما عندي ناس يقفون معي يدافعون عني عن حقي بين أن أصول بيد جذاء يعني ما عندي قوة أو أصبر على طخية عمياء الشر الآخر أن أصبر طخية يعني ظلمة باللغة العربية طخية يعني ظلمة أو ظلمة عمياء هاي اللي وقع فيها المسلمون فرأيت الصبر على هات أحجى رأيت أن أصبر على هاي الطخية العمياء اللي هذولا يجون يأخذون زمام الأمور وهم يحكمون وعلي يا ابن أبي طالب يكون جليس الدار فرأيت الصبر على هات أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا يقول صبرت بعد ما عندي حل آخر شنو كان بيد أمير المؤمنين عليه السلام شنو كان يقدر يسوي ومن وقف مع أمير المؤمنين الناس انقلبوا بعد رسول الله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هذه القاعدة أيها الأخوة هاي ترى قاعدة أمير المؤمنين وضعها اليوم مثلا أنا أضرب لكم مثال اليوم في أمريكا المسلمين اختيارهم مثلا بالانتخابات ما بين مثلا بايدن وترامب مثلا ثنيناتهم ثنيناتهم فد نجاسة ثنيناتهم فد شي بس بالنتيجة الإنسان العاقل بعدين يفكر أيهما أهون الشر مثلا هذا بس مثال ده أضرب في كل أمور حياتنا في كل أمور حياتنا أنت بعض الأحيان تقع في مشكلة ما تدري شى تسويها لازم تفكر تشوف حقلك يقول أهون الشرين شنو هو أنت تقبل بأهون الشرين شى تسويه هذا أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما كان عنده حل آخر شنو حل أمير المؤمنين ما كان عنده حل إلا أن يصبر على هذه على هذا الوضع اللي كان في حياة سلام الله عليه وهذا كذلك علينا أن نعلم أولادنا هذا هو السبب اللي أمير المؤمنين سكت وما تكلم وصار جليس الدار خمسة وعشرين سنة جلس في بيته اسمحوا لي هذا يام بالإنجليزي أقولها لبعض الشباب أمير المؤمنين My dear brothers and sisters we have to understand one of the things probably many of the kids today many of the youngs they asking why أمير المؤمنين علي بن أبي طالب after the departure of Rasulullah صلى الله عليه وآله why أمير المؤمنين did not fight for his right why أمير المؤمنين did not fight with these people the corrupt people they were on the head of the government at that time and why أمير المؤمنين he's sitting in his home and he didn't say anything أمير المؤمنين mentioned that answer in the Nahj al-Balag he had a very eloquent speech by the name of شقشقية you could find that lecture of أمير المؤمنين in the Nahj al-Balag أمير المؤمنين he said everyone knows that Abu Bakr he tried to wear something but unfortunately they didn't fit on him they didn't fit on him لَقَدْ تَقَمَّصَهَ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ تَقَمُّصْ it means wearing something but that thing that dress that cloth it doesn't fit on him and he knows that I was the person like a mountain even the birds cannot go to the to the peak of that mountain and the rain comes from that mountain Amir al-Mu'minin give a very beautiful examples of his position in Islam he said then I didn't have that much choices I have just two choices one choice to fight with these corrupt people without any supporter no one supporting me no one was coming to me and said yes ya Ali we will fight with you so this is the first choice to fight without supporters second choice to have a patient in this darkness of the life and nothing to do this is another thing so and then he said I saw my wisdom that to be patient and to be quiet and let better than fighting and make a make a war and killing people and many people they will kill that time how that does this is the most important lesson we could understand from Amir al-Mu'minin when you have two worst choices there is two choice but both of them worst what you should do you will should choose the one who lists the one who lists harm the one who lists danger so this is what Amir al-Mu'minin did my dear brothers and sisters I don't want to be to be this is a shahad Amir al-Mu'minin I remember you as well some of the mواقف of the Ibn Ibi 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 شردتوا اقروا التاريخ واحد من المسلمين اللي يقلون عننا رضي الله عنه ذاكه راح تلاثة يام هربت تلاثة يام حتى في الرواية عندما شاف النبي قال له ذهبت بها يا فلان ذهبت بها طويلة عريضة انت واي رحت طولت بعد قال له يا رسول الله الخوف بعد خوف موت زين هذا يقارن بانسان يقف يحوم حول رسول الله صلى الله عليه وآله كل ما يحمل كل ما يحملون على رسول الله يقول يا علي اكشفها عني يأتي امير المؤمنين يحوم حول رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل قتال الابطال يجرح في بدنه اكثر من تسعين جراحة علي بن ابي طالب يوم احد جرح في مقاديم بدنه حتى انكسر سيفه حتى انكسر سيفه فجاء وقف امام النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ان الرجل يقاتل بسيفي وهذا سيفي قد انكسر في الآن نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ان العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول هذا سيف ذو الفقار اعطه لعلي بن ابي طالب اخذ امير المؤمنين ذلك السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل يقاتل بين يديه وجبريل ينادي بين السماء والأرض لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار صلى الله عليه وآله زين هؤلاء هذه مقايسة حقيقية هذه مقايسة عادلة أن أنت تقيس واحد هارب من المعركة من الخوف ويواحد يقاتل يبذل روح ونفسه وبدن وكل ما عنده في سبيل الله عز وجل هكذا صنعه هذا التاريخ المسلمين هذا التاريخ الأسود اللي بعضهم يفتخرون بها على شنو نفتخر شنو نفتخر هاي المواقف نفتخر بها هذا علي ابن أبي طالب وأنت المقدم في النائبات فعند الخلافة لم أخروك ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك الله عز وجل كذلك يصف يصف المسلمين في معركة الخندق كذلك المسلمين في معركة الخندق وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وتظنون بالله الظنون قاموا يظنون أن الله عز وجل خذ لهم في ذاك اليوم كلهم كانوا خائفين كلهم خائفين خصوصا لمن عبر أمر بن ود العامري عبر ذلك الخندق خندق المسلمين سكتوا خافوا النبي يقول من يقوم لهذا الرجل ما يقوم لأحد عندما قام أمير المؤمنين عليه السلام له قال رسول الله اليوم برز الإيمان وكله إلى الكفر كله اليوم الإيمان يجسد علي ابن أبي طالب زين المسلمين كانوا يسمعون هذه لو ما يسمعوها كانوا يسمعون بس سبحان الله اللي الله يريد يعمي قلبه يعمي قلبه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلوب تعمى هذا الذي أصابهم مع الأسف لذلك أمير المؤمنين يجسد الإسلام ذلك اليوم ويمثل الإسلام ذلك اليوم وكذلك يوم خروج النبي من مكة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد متى نزلت هذه الآية نزلت وعلي نائم على فراش النبي صلى الله عليه وآله يوم الهجرة عندما خرج رسول الله وترك علي في فراشه نزل في الرواية نزل عند رأسه جبرايل وعند قدمه ميكائيل وهما يقولان بخن بخن لك يا علي من مثلك يباهي به الله ملائكة السماء ونزل القرآن بهذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يشري نفسه يعني يبيع نفسه يبيع نفسه لمرضات الله لله عز وجل لرضى الله عز وجل هاي المواقف رأوها من أمير المؤمنين بس سبحان الله سبحان الله شلون نعمت قلوبهم في ذلك اليوم ما أدري ما أدري شلون سبحان الله هذه الدنيا كم هي غرارة كم هي فتانة كم هي تخدع الإنسان وتغر الإنسان إخواني هذا ليس فقط تاريخ هذا ترى إلنا إلنا إحنا يصير ويانا إحنا الدنيا تغرنا اليوم أنت تشوف كثير من الناس الدنيا عامية قلبه مو يم الله مو يم الآخرة ولا كأنه كتب عليه الموت ولا كأنه أكو حساب وكتاب وقيامة أمامنا فكرة بالدنيا وباللعب ما لهذه الدنيا وبلد ذات الدنيا صير لحيطة بيضة بعد مو يم الله ما يجي يم الله هذا الإنسان الذي الله عز وجل عامي قلبه ماذا تسوي لهذا ماذا تسوي له نستجير بالله لذلك اسأل الله عز وجل حسن العاقبة حسن العاقبة الآن أهم دعاء أهم دعاء تدعون به في ليلة القدر أن تسأل الله أن يحسن عواقبنا وأن يعتقنا من نار جهنم في الرواية سئل النبي ما أفضل دعاء يدعو به الإنسان في ليلة القدر قال أن يسأل الله العافية من أمره العافية يعني عافية الدين عافية الدنيا عافية البدن عافية الروح الجسد عافية القلب عافية من كل أمر هذا معناته العافية يعني إلهي أصلح أمري يعني إلهي أنت أنت أهدنا ليش نقول اللهم أهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك ليش هذه الدعاء يعني إلهي أنا ما عندي شطارة أنا مو إنسان أقدر أدبر أمري إن تدبر أمري إن تخذ بيدي اسأل من الله عز وجل الهداية لا أطيل عليكم في مثل هذه الليلة اجتمع أولاد أمير المؤمنين عليه السلام في بيت أمير المؤمنين this was the last night of the أمير المؤمنين with his family members all of them they gather around of أمير المؤمنين they used to cry some of them they used to ask أمير المؤمنين some questions but everyone was crying especially ladies Zainab probably the most one was crying crying at that they was Zainab salam الله because Zainab she knows this is not the beginning of this tragedy of lasting of أمير المؤمنين it's not the beginning of these problems of this life she knows that one day she will lose Imam Hassan and one day Imam Hussain and she will have many problems that's why she came to أمير المؤمنين she said يا أمير المؤمنين I heard Ummu Ayman Ummu Ayman was the servant of Rasulullah صلى الله عليه وآله she said يا أمير المؤمنين oh my father I heard Ummu Ayman she told us that one day we will have a day by the name of Karbala so I wanted to ask you this is true this is real if we we will have a day by the name of Karbala in the future أمير المؤمنين told him نعم بني زينب الحديث كما حدثتك أم أيمان كأني بك وببنياتك في هذا المأسر تخافون أن يتخطفكم الناس من كل مكان سبايا مظلومين مقورين في هذا البحث فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة ما على وجه الأرض في ذلك اليوم ولي لله غيركم وغير شيعتكم اصبري بني زينب أنتم أولياء الله ذاك اليوم ماكو هذا اليوم اللي تقع بالمصيبة ماكو غيركم من أولياء الله أنتم أولياء الله فاصبري ابني زينب oh my daughter زينب you have to be patient be patient you have many many of these tragedies in your future ثم جعل يخبر الحسن عليه السلام بما سوف يقع معه بما سوف يصير إليه أمرا ثم التفت إلى ولده الحسين وقال ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله يا أبا يا أبا يا أبا عبد الله يا حسين لا يومك يومك بني يا أبا عبد الله بني حسين سوف تقتل يقتل أهل بيتك وعلم 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 لك درجات عند الله عز وجل لا تنالها إلا بالشهادة جعل أمير المؤمنين يخبرهم واحدا واحدا ثم قال اجمعوا لي أولادي وأهل بيتي فجمعوهم حوله فجعل ينظر في وجوههم واحدا واحدا يسلم عليهم ويقول أستودعكم الله الله خليفتي عليكم ثم نظر أمامه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال السلام عليكم يا ملائكة ربي عظم الله لكم الأجر ثم فاضت روحه إلى بارئها أي رحم الله من نادى وعليا وإماما وسيدا فتضج أملاك السماء لموته اليوم مات الأنبياء جميعا كأني بزينب عليه السلام يشيال نعشبو ويوانا يشيال نعشبو ويوانا وانا يا با يردن بنات يود عن يردن يردن لابوهن ينجدن ينجدن لغا بشخصة وبعد عن ياه الذي يتوزم حملنا ولا 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 أبونا الراح من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ارفعوا أيديكم بالدعاء هذه لحظات ساعات تجاب فيها الدعاء وشاركوا في عزاء أمير المؤمنين تواسون رسول الله وفاطمة الزهراء والسيدة زينب في هذا العزاء نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بصدته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء وإلى أموات الحاج أبو عارف وأمواتكم جميعا نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل أن نقرأ الفاتحة طلبوا من عندنا أخوة أعزاء طلبوا من عندنا أن نقرأ هذه الآية خمس مرات بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق 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 اللهم اكشف السوق والبلاء عنا وعن جميع المؤمنين يا الله اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات من سألنا الدعاء اللهم شافهم بشفائك وعافهم من بلائك اللهم اكشف عن إخواننا المؤمنين في غزة في جنوب لبنان في اليمن اللهم اكشف عنهم هذا البلاء يا الله وعجل فرج ولي أمرك صاحب الأمر والزمان وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات مالك يوميدينك مالك يوميدينك يا الله يا الله حبيب رتب عزائك رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد يا الله المترجم للقناة بتفضلوا يمي فدوا أروح لك رتب عزائك يا عقبك على الدنيا العفاء الشباب بالأخيرة هنا يمي هواي مجال فدوا أروح لك رتب عزائك يا عقبك على الدنيا العفاء خل اسمع ما شاء الله يا عقبك على الدنيا العفاء شباب تفضلوا يمي بعد تغربوا يمي فدوا أروح لك عقبك على الدنيا العفاء مأجورين حبيبي مأجورين بارك الله بك اسمعني فدوا أروح لك يحفظك مولاي أمير المؤمنين راحبون 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 ماتتوا ياه السلام راحبون ماتتوا ياه السلام راحبون راحبون الخضبوا من العمام راحبون فدوا أروح لك المستهل موجود أريدك يساعدني بالجواب حفظك مولاي أمير المؤمنين صلوا على محمد وآلي محمد ثلاثا بأعلى الأصوات الله صل على محمد وآلي محمد راحبون الليلة نودع مولاي أمير المؤمنين ماتتوا ياه السلام راحبون الخضبوا من العمام راحبون راحبون ارفع لي إيدك راحبون مولاي اي نعم صرنا يتام راحبون ما شاء الله ماتتوا ياه السلام راحبون الخضبوا من العمام راحبون راحبون خل اسمح منك راحبون يا علي اي نعم صرنا راحبون ماتتوا ياه السلام راحبون الخضبوا من العمام راحبون 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 اسمح منك راحبون اي نعم صرنا يتام راحبون ماتتوا ياه السلام راحبون الخضبوا من العمام راحبون 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 اريد اسمح منك كل مرة راحبون راحبون اي نعم صرنا يتام راحبون ماتتوا ياه السلام راحبون راحبون الخضباء الخضباء من السلام راحبون 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 العاشة الفقرة بمضيفة وفرحتي بموتى وسف أهل السقيفة راحبون العاشة الفقرة بمضيفة وفرحتي بموتى وسف أهل السقيفة وحنا نقسم بالولي جرح ونزيفة يبقى حادر للأبد هو الخليفة يبقى حادر للأبد هو الخليفة يراحبون العاشة الفقرة بمضيفة وفرحتي بموتى وسف أهل السقيفة وحنا نقسم بالولي جرح ونزيفة يبقى حادر للأبد هو الخليفة يبقى حادر للأبد هو الخليفة يبقى حادر للأبد هو خليفة نعم صرنا رحبونا ماتتي وياهي السلام رحبونا الخضب ومنا العمام رحبونا خادم مولاي أمير المؤمنين حسن خنافر العاملي يراحبونا العاشة الفقر بمضيفة فرحتي بموتى وسف أهل السقيفة يراحبونا العاشة الفقر بمضيفة فرحتي بموتى وسف أهل السقيفة واحنا نقسم بالولي وجرحو نزيفة يبقى حادر للأبد هو الخليف إلك حبيبي إلك يبقى حادر للأبد هو الخليفة وبعزاء نرفع الصحة على مودة وبعزاء نبتع الغرق نجود وبعزاء ننحبيل هاي الظلام راحبونا راحبونا راحبو إلك راحبونا راحبو إينا عام صرنا راحبونا ما تتويا السلام راحبونا اينا عام صرنا الخليفة ومنا العمام راحبونا يراحبو مولاي يراحبونا وزلزل العالم مصاب حقنا لومتنا عليه فقدو غياب يراحبونا وزلزل العالم مصاب حقنا لومتنا على فقدو غياب جنا يوم ويا نجي نتعن باب إينا نبي جفوفا ونشم عطر وثياب إينا نبي جفوفا ونشم عطر وثياب يراحبو وزلزل العالم مصاب حقنا لومتنا على فقدو غياب إينا يوم ويا نجي نتعن باب إينا نبي جفوفا ونشم عطر وثياب إينا نبي جفوفا ونشم عطر وثياب هسوانا يحدر الماكو مثيلة هسوانا يكسر الخاطر رحيلة هسوانا بالقلوب شاجر ضرامة رحبونا 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 إينا عام صرنا رحبونا 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 خضبونا من العقام رحبونا 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 وما يريد يتم عياله ونكو بالدين يما خلوق بجماله ماكو ونكو بالدين يما خلوق بجماله اسمع والعلي كل شي حزن ناح وبجال من طبار رأس المراد واعتنال ولي من طبار رأس المراد واعتنال والله حيرة من بعد عيني الحبايب والله حيرة والوصي تحتي ترايب والله حيرة حتى ضاعت لي ابتسام رحبونا ولولي رحبونا إيدك أشوف رحبونا ما شاء الله أعلى أعلى لنا عمصر نايت رحبونا ما تتر يا السلام رحبونا الخضب ومن رحبونا رحبونا المرتضى حامي الحمية رحبونا المرتضى حامي الحمية فارق احبابا ومشى صوب المنية فارقا احبابا ومشى صوب المنية دنيا دنيا ما بيها علي دنيا ما بيها علي وحشة وخلية من قبول كانت ترى جنة زقية من قبول كانت ترى جنة زقية رحبونا المرتضى حامي الحمية فارقا احبابا ومشى صوب المنية دنيا ما بيها علي وحشة وخلية دنيا ما بيها علي وحشة وخلية من قبول كانت ترى جنة زقية من قبول من قبول كانت ترى جنة يا هظيمة يشنهي لي عوض حنانة يا هظيمة يفزعي اليلا مكانة يا هظيمة الى الحزين قامت قيامة راحبونا 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 ودع مولاك ايه نعم ايه نعم صرنا ايه نعم صرنا راحبونا راحبونا ما تتيو ياهي السلامة راحبونا راحبونا الخضباء ومنا العمامة راحبونا 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 ايه راحبونا اسمح بعد مرة ايه راحبونا ايه راحبونا ايه نعم راحبونا لخادم مولاي امير المؤمنين حسن خنافر العامل يا حبيبي يراحبونا المرتضى حامل حمية يفارقا احبابا ومشى صوب المنية يدنيا ما بيقى علي وحشة وخلية يمن قبول كانت ترى جنازه يمن قبول كانت ترى جنازه يا هظيمة يشنهي لي عوض حنانة يا هظيمة يفزعي اليوم كانة يا هظيمة للحزين قامت قيامة راحبونا راحبونا راحبو سمعني راحبونا 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 اي نعم صرنا يتاما راحبو متيقن عندك على بعد ما تأتي ما تتو يا هاذي راحبونا 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 تطبار مننا العمام راحبونا ولي ولي راحبو يراحبون وشامنوا يطعمنا بيدا خبز من شف الوصي كل نريد يراحبون وشامنوا يطعمنا بيدا خبز من شف الوصي كل نريد يا حساف غام مضع يونس ميدا يعني راح الوالدل نخفع لأيدا يعني راح الوالدل نخفع لأيدا أمنياتنا نرجع الأحضان ساعة أمنياتنا حتى نشبع من وداع أمنياتنا إله يريد كهفي الأيام راحبون راحبون سمعني راحبون راحبون ما شاء الله هو هذا الجواب يا حبون ما شاء الله 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 راحبون خضبون ومن العمام راحبون أرد سمعها منك بعد مرة يا راحبون 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 عندك على بعض يا نعم صرنا يتام راحبون ماتت وياه السلام راحبونا خضبا ومنا العمامة راحبونا 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 يعني يا عيد اليجين راحبونا يعني يا عيد اليجين والفرح كان الفرح شوفت ولينا راحبونا يعني يا عيد اليجين والفرح كان الفرح شوفت ولينا احنا ايتامي الحزن خيم علينا احنا ايتامي الحزن خيم علينا بكل كتور طايح طفل علي ونينا 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 ما نريدك ما نريدك اسمع أنت يا عيد الفجيع ما نريد والأبو جثة صريعة ما نريد واسف ما تمام صيام راحبنا راحبوا راحبونا ولا راحبونا ما شاء الله شبه هنا عمصرنا راحبونا ما تهتم يا السلام راحبونا خطو الغوء من العمام راحبونا راحب اسمعها مني إلى الوداع يا حبيبي يا علي إلى الوداع اللي إلى الوداع يا حبيبي يا علي إلى الوداع يا حبيبي يا إلى الوداع إلى الوداع يا حبيبي يا علي إلى الوداع سمعني صوتك ما أسمع صوتك يا حبيبي يا علي يا حبيبي يا حدار علي اللي لنصاب بمصيبي تتألمنا لا تستعجل فدوة أروح لك بارك الله بك يا حدار علي اللي لنصاب بمصيبي تتألمنا وين اليحب حامي الجار خليح ضارب مأتمنا خليح ضارب ماء وين اليحب حامي الحامية الماغدور خليح ضارب مأتمنا لا شأك مأجور وين اليحب حامي وين اليحب حامي الماغدور خليح ضارب ماء وين اليحب حامي الماغدور مشكور يل تجري المادام ما أشكور كل دمعة من عينك إلك تصبح نور بالقابر نحضر نحضر وياك ما نتريكل يخدمنا يا الله ما نتريكل خادم خادم لخادم مولاي أمير المؤمنين السيد زيد الفحام وين اليحب حامي الحامية الماغدور خليح ضارب مأتمنا لا شأك مأجور مشكور يل تجري المادام ما أشكور كل دمعة من عينك إلك تصبح نور بالقابر نحضر وياك ما نتريكل يخدمنا ما نتريكل ما نتريكل اذكر علي للابد موعاك وين حاب توسيب دموعاك يا الموالي الزينب مكسوب خد مكساب خدمتك ما كو من هالمكساب بالبعر زاخو يوم الحشر تتعجاب تنحي شروة يا عينة هناك وبالمكرمة وبالمكرمة تقاسمنا وبالمكرمة وبالمكرمة تقاسم لا تستعجل فدوة وروح لك ليلا تقدر ليلا تعيب عبادة وغفران لكن ويسف سوى ليلة أحزان صابوا وعالي بالسيف من ساجد كان العن بن ملجم عامي ليلة عيدوان صواب عالي بالمحراب اسمع صواب عالي بالمحراب ما شاء الله وبلا ذنب يتم نا والله وبلا ذنب يتم يم يالا كل من يجري دم على الحيدار يالا كل من يجري دم على الحيدار بيوم ويلقيا ما ينحشر ويقام بار بيوم ويلقيا ما ينحشر ويقام يغفر لا لو بالحشر ما يخسر وليقف يلطم بسج المنبار من عيدنا ويعنا يصير خدم بالجنة با شير يامنا بالجنة بالجنة با ايهن يا لكل من يجري دم على الحيدار بيوم يلقيا ما ينحشر ويقام بار يغفر لا الله وبيهن الحشر ما يخسر وليقف يلطم بسج المنبار من عيدنا ويعنا يصير بالجنة با شير يامنا ما يحفوظ دم عايتك يا شي عيو لطمك محفوظة دم عايتك يا شي عيو لطميك دفتار عيلي الكر يارين خط اسمك كل موقف وكل شي يحفر يماك لازم يعيناك يجلي عناك هماك سيري ابنهج داحي الباب اخدم صيدك ويفهمنا أبد والله يا زهر ايما ننسى حسين هلا هلا أبد والله يا زهر ايما ننسى حسين سمعني أبد والله هلا يا زهر لازم والله زهر محمد دم عايتك يا شي عيو لطميك السيد زيد الفحام محمد دم محمد عايتك يا شي عيو لطميك دفتار عيلي الكر يارين خط اسمك كل موقف وكل شدة يحضر يمك لازم يعي نكي يجلي عنك أمك سيري بنهج داحي الباب اخدم صيدك ويفهمناها أبدا والله يا زهرة ما ننسى حسين أبدا والله يا زهرة ما ننسى حسين بيت الدعاء أنا العاقي لما يلخدر أحجي وياك اسمع أنا العاقي لما يلخدر أحجي وياك بخلاصك اخدم يلموه للمولاك بس حبنا ينفع بالحشر تدري هناك خديم حقي قيبها الماء تمردناك لا تيمشي وي حي ذو ذاك صفي القالب واللي زي منها أبدا والله ألي يا زهرة ما ننسى حسين أبدا والله يا زهرة ما ننسى حسين محفوظة دم عايتك يا شي عوي لأطمك ما شاء الله ما شاء الله محفوظة دم عايتك يا شي عوي لأطمك دفتر عايل الكارير ينخط إسمك كل موقف وكل شدة يحقر يمك لازم يعيناك يجلي عناك أماك سيري ابنهج دايحي الباب اخديم صيدك ويفهمنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسين أبد والله يا زهرة ما ننسى حسين أبد والله يا زهرة ما ننسى حسين أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أحسنت أحسنت معجورين بارك الله بيك بارك الله بيك مأجورين إن شاء الله تقبل الله أعمالكم جميعا إن شاء الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودعي فيها يا الله اكشف عنا السوء يا الله يا الله يا الله لا تحرمنا من خدمة مولانا أمير المؤمنين يا الله لا تحرمنا من البكاء على مولانا أمير المؤمنين يا الله إلهي ارضي عنا إمام زماننا يا الله لا هي عجل لوليك الفراج واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بارك الله بيك توجه نحو القبلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد جميعا بصوت واحد اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى في ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية مولانا أمير المؤمنين خصوصا خدمة المولى أبي عبد الله الحسين نهدي لهم جميعا ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد الفاتح أحسنتم ولانا الغالي طيب الله انفاسكم أحسنتم أخواننا خواتنا أظم الله أجوركم بمصاب أمير المؤمنين عليه السلام رجاء أن توجهوا لزيارة المولى أمير المؤمنين زيارة أمير الله إن شاء الله أمير المؤمنين لزيارة المولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة